بسم الله الرحمن الرحيم نحن النهاردة نتكلم على كتاب كتب الادارية كويسة جدا كتاب اسمه فن الحرب فن الحرب ونحن مش هنتكلم فيه حروب لا احنا هنتكلم فيه من ناحية الادارية الكتاب يدرس فيه جامعات ومعاهد ادارية كترة جدا لانه هو دسم بالافكار اللي ينفع تتطبق في الشركة بتاعتك تمام مستشل المنافسة بين الشركات بيسموها منافسة قاطع الارقاب اللي كتب بالكتاب خبير استراتيجي عسكري وقائد لجيوش كبيرة وعها انتصار كبيرة اسمه تانتوزو وهو يعني كان بعد ما انتصر كتير فملك الصين قال له عمل الكتاب يبقى مرجع للقواعد العسكرية فتلاقي فقرات صغيرة بس بتشرحها انت مثلا او تتكلم فيها السطر الواحد ممكن ياخد منك مثلا عشرين صفحات تمام انا شرحت قبل كافة كتاب اسمه عاون الرب في العناية بفن الحرب فعلا في معلمات كتير ادى السمه فالكتاب اصلا كفن حرب بيقول في اوله كده ان انتصارك في مات حرب على ميد دولة لوشيء سخيف بينما البارع في قيادة الحرب هو من يكهر اعدائه حتى قبل ان تصير تهديداتهم حقيقة وكعة وطول الكتاب بيدعو ان انت تتجنب المزابح والعمال الوحشية لان ده يخلي العدو يقومك اكتر ويحربك وما باش في فرصة للصولح وان ان انت تقعد مع بعض وممكن انتصر عليك وبيأكد ان ان انت تنتصر او تاخد مدينة ده افضل بكتير من ان ان انت تدمرها وان ان انت تتبقى حرقتك سريع افضل بكتير من حصار المدن فهو الكتاب كله بيدعو لتجنب الحروب وبيدعو لتجنب الاعمال الوحشية ويعني بدأنا حقيقة اللي في اول الكتاب يقولك ايه عشان تعرف من اللي هينتصر قانون بين الجيشين اي واحد من الاتنين دول عنده التزام بالقانون الاخلاقي يعني لو فيش شركتين بيتها نفسه اللي هينتصر هو المتزام بالقانون الاخلاقي بش اللي هو بتعز اي فرصة ويعمل حاجات غير اخلاقية اني قائد هو اللي عند قدرة اكتر مين اللي بيستفاد من الظروف مين شركة اللي فيها انزباط اكتر من دقة اين الجيشين اقوى اني الجيشين او اني الشركتين هنلاقي ان الموظفين اكثر تدريبا اني شركتين فيه التزام بالسواب والعقاب تمام فدي عوامل بتأكد لك مين اللي هنتصر انت عايز تنتصر لازم تلتزم بالاخلاق دي في شركتك وبالقاعد دي في شركتك ويقول القائد اللي بيفوز في المعركة هو اللي بيحسب العديد من الحسابات فعاله قبل دخول المعركة عكس القائد اللي بيخسر المعركة اللي هو حسابات قليلة الحسابات الكتيرة هتخليك تنتصر الحسابات القليلة هتخليك لازيمة اعتمادا على عدد الحسابات اللي انت بتعملها نقدر نخمي مين اللي هيفوز بالمعركة دي وبيقول ان القائد هو الحسن بتاع الشركة لو الحسن ده منيع في كل النقط يبقى الشركة هتبقى قوية لو القائد ده عنده مشاكل فان الشركة دي هتبقى فيها مشاكل فيه ثلاث طرق ممكن المدير بتاع الشركة يسبب كتير للموضوع الخسارة للشركة ان هو يدي اوامر بحاجة هو مش قادر ينفذها يقدر يقود الجيش للهجوم والانسحاب هو مجاهل ان هم مش يقدروا يتوعوا عامره يعني هو يقول لهم هنطبق كذا وما فيش اعدادات لتطبيق الموضوع دوت ان هو يدير طريقة ادارة مختلفة عن المفروض الشركة تطبقها دي دي مشكلة الحاجة التالتة ان هو يعيى الناس من غير تمييز لمجرد الواسطة ومتجاهلا ان فيه ناس كفاءات اكبر فده هيعمل مشاكل كتير جدا هيهزي ثقة الموظفين ولما ثقاتهم تهتز وبقاش فيه ثقة وبقى فيه دكر للصدر فهيبقى فيه فوضى وهيبقى فيه عدم نظام وده يبقى ما فيش نصر خلص فعشان كده بقول لك فيه اسيات عشان حق النصر ميلا ينتصر اللي عارف امتى يدخل منافسة وامتى ما يدخلش اللي يعرف زي يتعامل مع الناس اللي اكبر منه واللي هم اهل منه في الردبة او في الوظيفة يعني يتعامل مع المديرين والوظيفين التحتية اللي يقدر يحمس الناس اللي معاه اللي يقدر يعمل خطوات مباغتة ما يكونش حد مستعدلها اللي صلاحيات وامكانيات ما بيدخلش فيها صاحب الشركة يعني مش 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 محدد لا مديله الصلاحيات انه هو يتحرك اه لو انت عارف نفسك كويس جدا وعارف المزايا بتاحتك والعوب بتاحتك ما تخافش حتى لو هتدخل البيت معركة المهم ان انت تكون عارف امكانياتك ومكانت اللي قدامك لو انت عارف نفسك ومش عارف امكانيات المنافس بتاعك فكل ناس اللي هتحققه هتغسر زيه لو انت مش عارف نفسك ولا عارف المنافس بتاعك يبقى اكيد كده كده هتغسر تمام دي بعض الحاجات او بعض الحاجات الادارية اللي في اول الكتاب الكتاب بليان حاجات ادارية كتير جدا وانهان حاجات ممكن بيكونش ادارية بس فكر فيها ادارية زي تطبقها زي ما بقولك الكتاب بيدرس فيه تفهمك كتير جدا من العالم فجمعت كتير ادارية فالكتاب حلو وانا ترجمت وحط لك الرابط بتاع الترجمة وربنا يرزوك ان انت تطلقت الحياتك واسع اللي فيه ان شاء الله